نظمت جمعية الهلال الأحمر مبادرة ساعة لغزة لمساعدة أهل قطاع غزة بمحافظة بورسعيد تسعى المبادرة لتجميع المساعدات المالية والغذائية وتوصيلها عبر معبر رفح البري مبادرة ساعة لغزة انتلق بكافة المحافظات في جميع أفرع جمعية الهلال الأحمر المصري أيضا لتجهيز المعونات الغذائية وتوصيلها إلى المعبر بالعريش مفور الأزمة على طول كان فيه تحركات مركزية عن طريق المركز العام بصفة أن الهلال الأحمر المصري هو حيئة مساعدة لسلطات العامة أثناء الأزمات والكواليس كانت عايزية كواليس بفعل الطبيعة أو بفعل البشرز اللي حصل في غزة مبادرة أطلق الهلال الأحمر المصري على مستوى جمهورية مصر العربية المشهد اللي يمكن حرائكم بتشوفون نهاردة هو مشهد موجود على مستوى الأفرع كلها في جمهورية مصر العربية ساعة الغزة النهاردة مبنية هي مبنية على دعم جمهور الهلال الأحمر المصري أو متطوعين الهلال الأحمر المصري لشعب غزة دعمه من خلال المساعدات وتقديم المساعدات العينية الواضحة والمحددة من الجالب الفلسطيني وده مبني على التواصل المستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني المتجمعين في حاملة كبرى اطلقت على مستوى الجمهورية في يوم واحد في ساعة واحدة اللي هو يوم السابت واحد وعشرين اكتوبر الساعة اثنين ظهرا علشان المتطوعين في جميع فروع مصري من نهاية اللحمر المصري يقدروا ان هم يشاركوا ولو بجهود بسيطة في اغاثة اهلنا في دولة فلسطين